وأسباب عودته والاستفتاء اللي قدمه الكابتن أحمد شبير لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة في بداية الأمر كده بحب أشكر كل الناس وكل الأصدقاء اللي اتدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من متابعينا ومشاهدينا ففضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس وعلشان كل جماهير النادي الأهلي تشوف الفيديو وتعمل الاستفتاء على الفيديو وهل تؤيد عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي من جديد ولا لا في بداية الأمر كده كلنا عارفين قصة رمضان صبحي وقصة رحيله عن النادي الأهلي النادي الأهلي يا جماعة محدش يفكر معاه لو عايز طموح دور على النادي الأهلي لو عايز فلوس دور على النادي الأهلي لو عايز شهرة وجماهير دور على النادي الأهلي لو عايز تروح منتخب مصر إلعب في النادي الأهلي حد يقدر يقولي في حد يسمع عن رمضان صبحي دلوقتي لو حتى في طبق اليوم خلينا نكون صرحة وقعيين مع بعض رمضان صبحي موهبة من أفضل المواهب اللي موجودة في الكرة المصرية ولكن الوسواس الوسواس شريف إقرامي بعد رحيله من النادي الأهلي هو اللي ضمر مستقبل لعيبة كتير جدا 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 كانت ريحة وكانت معروفة في النادي الأهلي وكانت تتمنى تختم حياتها في النادي الأهلي طبعا بحكم أن شريف إقرامي نسيب رمضان صبحي طبعا رمضان صبحي عقلية أطفال وليس عقلية لاعب كرة محترف والله العظيم زي ما بقولكم كده عقلية رمضان صبحي عقلية أطفال لأنه لو بيفكر كلاعب محترف وكراج اللعيب كورة وبيفكر بجد بجد رمضان صبحي ما كانش يسيب النادي الأهلي ولو بملايين الدنيا حضراتكم لو تفتكروا رمضان صبحي كان جاي من أستون فيلا الإنجليزي إعارة لمدة موسم رمضان صبحي لعب ست شهور في النادي الأهلي وبعد كده جات كورونا لو تفتكروا رمضان صبحي فضل يقبض من النادي الأهلي أكتر من أربع شهور وهو مصاب ومرتب ماشي وفي الآخر ناكر للجميل رمضان صبحي كان من أفضل اللعيبة في الخط الأماني للنادي الأهلي وكان من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر وفي المنتخب الوطني في الفترة اللي كان بيلعب فيها في النادي الأهلي وحضراتكم كلكم عارفين الكلام ده كويس رمضان صبحي النادي الأهلي حاب يشتريه وانت حضراتكم أكيد عارفين الكلام ده حاب يشتريه من أستون فيلا الإنجليزي ويوقف وخلص مع النادي فباقي رمضان صبحي عشان هنا بقول لكم هنا في وسواس شريف إكرامي تواصل مع رمضان صبحي تواصل مع رمضان صبحي من أجل الانضمام إلى بيرامدز ولو تفتكروا أن بيرامدز تم تأسيسه في مصر وبقى بيتصرف عليه أموال طائلة من أجل منافسة النادي الأهلي فقط لا غير من أجل منافسة الأهلي النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كان بيتعاقد مع محمد رضا بوبو لو تفتكروا وكان بيتعاقد مع رضا سليم هنا في الفرق بين لاعب يشتري نادي ولاعب يضيع نادي من إيدي محمد رضا بوبو للأسف الشديد أيضا هي عقلية زي عقلية رمضان صبحي اختار المال والجهة ولكن لو قاعد يحسبها مع نفسه دقيقة واحدة وافتكروا أقرب وأكبر مثال في النادي الأهلي مروان عطية مروان عطية لما كان بيلعب في الاتحاد السكندري ما كانش حد يسمع عن مروان عطية نهائيا مروان عطية من ساعة انضمامه للنادي الأهلي أصبح أساسي أصبح مروان عطية أساسي في المنتخب الوطني تخيلوا شفتوا الفرق بين الأهلي وبرامتس يا جماعة الأهل والزمالك هم قطبي الكرة المصرية ولكن من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق رمضان صبح لن يعود إلى النادي الأهلي ولو بملايين الدنيا ولو هيلعب ببلاش رمضان صبح لن يعود للنادي الأهلي من جديد حتى لو هيدفع فلوس للنادي الأهلي رمضان صبح قدم اعتذار مرة واثنين وثلاثة لمجلس إدارة النادي الأهلي من أجل العودة من جديد إلى النادي الأهلي ولكن اللي إيه يعني في مثل بيقولك إيه يعني ما تعرفش قيمة أمك غير لما تيجي مرات أبوك أو رمضان صبحي أخذ بالمثل ده ما عرفش قيمة النادي الأهلي ولا قيمة تيشيرت النادي الأهلي ولا قيمة جماهير النادي الأهلي ولا قيمة بطولات النادي الأهلي غير لما جرب مرات أبوه غير لما جرب بيرامتز رمضان صبحي ما فأش النفس ولا عرف الحقيقة غير لما جرب موسم واثنين وثلاثة في بيرامتز رمضان صبحي كان فاكر ان النادي الاهلي هينهار رمضان صبحي كان فاكر ان النادي الاهلي مش هياخد بطولات من بعده للأسف الشديد الاهلي فاز بثلاثة دور ابطال افريقيا بعد رحيل رمضان صبحي فاز بثلاثة دور ابطال افريقيا وانتو عارفين كده كويس ولكن اللي يمشي ورا كلام الناس يستاهل الضرب على دماغه وهي دي فعلا رمضان صبحي ما نكرش ان انا بحبه جدا وانا واحد من الناس اتمنى عودته للنادي الاهلي من جديد ولكن دي قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي يخرج من النادي الاهلي لازم يخرج بشكل جميل تب ما كل اللعيبة بتحترف تب محمد فتحي ميشي تب ما محمد شريف ميشي تب محجازي ميشي تب ما فلان وفلان وفلان ميشي دي لعيبة لو خبطت على بوابة النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات هتتفتح البوابة ليهم على مصر عيها ولكن ليه رمضان صبحي عمل كده رمضان صبحي طلع في احد البرامج قال انا بدور على طموح جديد يا راجل يا راجل الدين عقلك هو فيه طموح بعد النادي الاهلي هو فيه شهرة بعد النادي الاهلي هو فيه فلوس بعد النادي الاهلي ولكن السؤال لرمضان صبحي هل الفلوس نفعتك هل الفلوس فادتك ضيحت تاريخك اللي انت ما كنتش لسه بنيته ضيعت موهبتك اتفرجوا على رمضان صبحي في بيرامج اقسم بالله الوقت الحالي ما بيعرف يلم كورة رمضان صبحي اللي كان من احرف اللعبة في مصر يا بل كان احرفه دلوقتي مش عارف يلم كورة رمضان صبحي مش لاقي نفسه في بيرامج تخيلوا تخيلوا الوضع اصبح عامل ازاي مع رمضان صبحي ودلوقتي جاي عايز يرجع من جديد للنادي الاهلي وفيه توسط من الكابتن اكرامي لرمضان صبحي ان هو يرجع للنادي الاهلي من جديد بس الكابتن الخطيب هيوافق طب لو الكابتن الخطيب وافق هل جماهير النادي الاهلي هتوافق على عودة رمضان صبحي من جديد للنادي الاهلي دلنا عايز اعرفه من حضراتكم في التعليقات يريد ترد على سؤال الحلقة هل توافق على عودة رمضان صبحي ولا لا يريد فضلا وليس امرا اعمل لايك علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس علشان كل جماهير النادي الاهلي كل جماهير النادي الاهلي تعمل استفتاء على السؤال ده وتقول وجهة نظرها ورأيها بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير فحلقة جديدة مع السلامة